ولا عبدالله السعيد؟ بما أنه عبدالله السعيد اللي نضمه أفشا استبعد فنياً الأفضل في الفترة الحالية مين؟ فوجة نظري؟ أه طبعاً أفشا أفشا أه طبعاً أفشا طبعاً أحسن عبدالله السعيد آخر حاجة دولية العابة يبدأ المتشاطة اللي فاتت هالك اللي يدور؟ يعني أعفيك من الإجابة أنا هرد أنا هسأل نفسي هرد لا لا أنا بقول لا لا ما كانش تمام؟ آخر بطولة مجمع لعبها مع متخب مصر اللي هي إيه؟ أمم أفريقيا أه 17 أمم أفريقيا آه 2019 مظبوط الناس قالت إيه؟ كانش في حاجة خالص عبدالله السعيد كان من يعني من أسوأ لعبين الموجودين يسبك من الدول المصري ويعمل لا لا اللعب الدولي حاجة تانية تمام؟ قبليها مش لعب كاس عالم إيه اللي حصل؟ فأنت النهاردة واحد بقاله فترة طويلة جدا على المستوى الدولي مفيش بحكم السن بحكم وإنت النهاردة في وقت مستقفشة مقدمش مع المنتخب لسه ورده اللي يخليك تخليه تفوق على عبدالله السعيد وإيه رأيه؟ وعبدالله السعيد بقوله حقيقة كل اللي بقولولك ده فترة فترة دي عمل إيه؟ فيش حاجة خالص مفيش أي نتاج عمله فاهمني؟ فأنت النهاردة بتدخل واحد أصغر منه سنا نمرة اثنين عامل موسم هايل أفريقيا معنا دي وقف الدور المصري يعني بشهادة الجميع يعني الرجل يتفوق هات أي واحد جمهور الزمال والجمهور الأهلي جمهور الإسماعيلية اللي تحيي جمهور في مصر بقولك لقفشة السنة دي مش ممكن حاجة جميلة جدا طب انت ليه بتعمل كده؟ فأعتقد أن برضو منديم الحاجات اللي الواحد إيه؟ بيقول وجهة نظره لكن في الآخر إحنا برضو معاك رسالة أنا ما يفرش معايا أهلي وزمالك دي رسالة تفيد الموديل الفني ولا تضره؟ لا لابد اللي هو يترايش شوية في هذا التعليق ليه بقى؟ ما هو لازم يعرفه أدخل فين حيطة برضو لازم يتقل شوية ولازم معايا فاهمه يعني بلاش الكلام اللي هو أنا أحب جدا المدرب اللي هو يشوف من هنا ومن هنا وقلت فاكر لما قلت لك فلان لما كلمنا على عمل حنواني من أسوان وكلمنا على سموحة وكلمنا يعني فيه لعيبة كتيرا في أندية كتيرا كويسة وأنا أحب جدا المدرب اللي هو يبص على كل اللعيبة اللي اللعيبة من حقها اللي هي الشرع اللي هي لما تؤدي مسلم كويس يتخذ متخب ما تبقاش الاختار محصور على لعبة الأهل ولعبة الزمالك بالنسبة كبيرة ودخل طبعا برضو سمعه في الموضوع دلوان فأعتقد اللي هي فكرة كويسة بس ما يعلنهاش ما يعلنهاش يعني لازم عنده سكاء شوية أو دهاء شوية فيه في الكلام اللي يطلع اه